بس تعقيب قبل ما نطلع لفاصل نستقبل سيدة نبيلة شحاتة كلنا عارفين دور الأم ودور الأمهات وعارفين أن ما فيش أبدا أي احتفال أو مظهر احتفال ممكن هو اللي يحث شخص أنه هو يروح يحب أمه يعني يحب الأم ده شيء غريزي ومفروغ منه لكن أنا الحقيقة بناشد الأطفال أو بناشد مش بالأطفال بناشد وزارة التربية والتعليم وأيضا المدارس والمسؤولين على المدارس حقيقة يعني الموضوع أننا نحتفل بعيد الأم في المدارس خاصة اللي في الأطفال بيكونوا في سنه صغير وفي منهم من يفتقد أمه فالموضوع بيكون مؤلم جدا جدا وصعب وحساس فما فيش داعي أننا نبرز هذا الموضوع يعني فكرة أننا نحتفل بيوم اليتيم أطبعا يوم اليتيم لازم نتضافر كلنا كمجتمع وندعم اليتيم أننا نكون موجودين معاه لكن عيد الأم أننا نحتفل به في المدارس موضوع مؤلم جدا جدا أنا عارفة أن حضراتكم أكيد يعني 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 توصلتوا اللي أنا بقصدوا لأن كل أب وأم أعزين في البيت درواتي وشايفين ولادهم قدامهم هيعرفوا قد إيه الموضوع مؤلم لما يكون في طفل يعني فاقد أمه أمه مش موجودة وشايف كل الأطفال بتحتفل بأمهاتها النقطة التانية كمان يا جماعة مواقع التواصل الاجتماعي يعني أنا بتكلم في نقطة اللي عنده أمه ربنا يخليها له موجودة عندك في البيت أو تقدر تروح تزورها تقدر تكلمها في التليفون فكرة إبراز حالة الاحتفال بعيد الأم على مواقع التواصل الاجتماعي لازم نراعي مشاعر بعض إحنا مش عايشين في مجتمع أحادي إحنا عايشين في مجتمع بنعيش ونتفاعل فيه كلنا مع بعض لازم نراعي المشاعر الإنسانية للأشخاص اللي فقدوا أمهاتهم يعني اللي فقد أمه ربنا يصبره واللي أمه موجودة ربنا يخليها له لكن كمان لازم نراعي مشاعر الناس إحنا كل سنة بنتكلم في النقطة دي ومع ذلك ما فيش أي مراعاة لها فأرجوكم لازم أننا اللمسات الإنسانية دي نهتم بيها بعد إذن حضراتكم ترجمة نانسي قنقر